بسم الله أبا لابن الروح والقدس الله المحد أمين اللي سبعدة اتقارت في النبوات قصة يعقوب لما شاف المسيح وأول مرة خد بالي ان الترجمة الإبطي جات صراحة أول مرة ان كلمة إسرائيل في البيروتي مكتوب عندنا إسرائيل ده لقب المسيح الدالي يعقوب قال له لأنك جاهدت مع الله والناس وغلبت جاية في الترجمة اللي أصلاها إبطي ودي أدق على فكرة من البيروتي لأنك جاهدت مع الله فغلبت الناس يعني كتول عملي مش فاهمها يعني إيه جاهدت مع الله والناس وغلبت فبعديها إنما أول مرة أفهمها فعاوز أشرح لكم وصلت لإيه أو فهمت إيه وارتحت للمفهوم ده تعالوا نقرأ القصة زي ما حكاها سفر التكوين لأنها خصة ممتعة جدا ويعقوب من أكتر شخصيات العهد القديم اللي سهل تحس إنها قريبة لك يعقوب شخص غلط قوي أنت هذي أنا مش بلبخ فيك ولا حاجة بس بقصدق يقول يعني إنه ما بتكلمش عن أبونا إبراهيم ده لإيمانه معدي ولا بتكلم عن دانيال اللي يعني صايم طول عمره بنتعقد إنما يعقوب لا ده ده بتعناقوي يعني فيعقوب أنتوا فاكرينه زمان ضحك على أخوه بطبق عدسه وبعد شوية لبس لبس أخوه سرق البركة وبعدين راح عن دخاله قاعد يلعبه يعني من يضحك على التاني فأريب شوية لين أما يعقوب هنا القصة دي جاي أمتى بعد ما خلص مع لبان لبان خاله خرب الدنيا لما خد الستات والعيال ومشي من غير ما يستأزم فجري وراه كان عاوز يموته لبان وجايب بقى رجالته معه ربنا منع لبان وبعدين قاعدوا واصطفوا فقال له ما معناه إيه خلاص روح بس إياك تعطب هنا تاني فيعقوب سايب خاله بعد عشرين سنة اتغرب هناك وتجوز بقى إيه خد كله بقى خد ليه أو رحيله عمل عياله وخد الجواري وبقى مع عشر عائل كان الوحيد اللي لسه ما تولدش بن يمين فبن يمين لما هيتولد رحيل هتموت خليه بقى لكم فده ما كانش حصل لسه يعقوب راجع نحية بيت أبو هو أساسا سبت أبو ليه عشان العملة اللي عملها في عيسو فعيسو كان عاوز يموته فهو قال لك عشرين سنة أكيد بقى الموضوع إيه برت بقى وخلصت وبعدين سمع إن عيسو ربنا اداله كتير فالمفروض إنه يكون يعني دماغه اتزبط فيقول أما يعقوب فمضى في طريقه ولاقاه ملائكة الله آية غريبة جدا يعقوب شاف ملائكة وقال يعقوب إذ رأاهم هذا جيش الله فدع اسم ذلك المكان محنايم حاجة زي كده معسكر يعني سمى المكان معسكر ملائكة أو حاجة بالمعنى ده وأرسل يعقوب رسلا قدامه إلى عيسو أخي إلى أرض سعير هو يعبدي على حتة أدوم اللي هي عيسو يساكن فيها عشان يوصل بقى لأبو العجوز يسحق يلحقه قبل ما يمشي وأمرهم قائلا هكذا تقولون لسيدي عيسو بصوا الأدبة ده يعقوب يبعث لعيسو أخوه بقى سيدي دلوقت هكذا قال عبدك يعقوب ماشي تغربت عند لبان تغربت ماشي طبعا عندما كانت شغربة ده كان بيزنس ولبست إلى الآن وقد صار لي بقر وحمير وغنم وعبيد وإماء وأرسلت لأخبر سيدي كي يجد نعمة في عينك منتهى الزوء والأدبة فرجع الرسل إلى يعقوب خلي بالكم الرسل اللي هما الصبيان مش فاهمين الهيستوريا فالرسل رجعوا يقولوا له إيه جينا لأخوك لعيسو ده هو طالع يقابلكم مع ربعمية راجل هما فاكرينها حفلة ويعقوب فيهم إنها إنها علقة أو معركة أو مصيبة فاهم إن الموضوع ما بريتش لكن بالنسبة للصبيان هما مش فاهمين ده واضح إنه بينكم محبة كبيرة قوي ده جاب ربعمية واحد معه طبعا يعقوب أدرك اللي فيها فخاف يعقوب جدا لأنه خلي بالكم ما يقدرش يرجع الورا لأنه برضو واقع مع لبان خلي بالكم يعقوب ده واقع مع طوب الأرض يعقوب ده خسران الدنيا كلها فخاله قافل معاه ودي أخوه كمان قافل معاه وبقى وفي واحد قدام واحد وارا بقيت مشكلة وضاقى به الأمر فقسم القوم الذين معه والغنم والبقر والجمال إلى جيشين قبل ما كمل الحكاء أقول بس كم كلمة كده الواحد يستغرب قوي هو يعقوب ده ممكن يشوف ملايكة في أول رسالة تشجعنا على فكرة ربنا بيبعد تعزيات ومش للناس الكويسين ربنا ممكن يبعد تعزيات للناس تعبانين زي حالتنا تبقى أنت ملخبط وتبقى الدنيا ملخبطة معاك وتبقى حياتك ما هيش أحلى حاجة بس ممكن ربنا يحوطك بملايك ويظهر هم لك عشان يقولك ما تخافش أنا موجود لدرجة أنه شاف جيش ملايكة خلي بالك هو ما كانش متوقع لسه المشكلة فكان ربنا سبق وقال له إيه ما تخافش هو مش عارف بيقوله ما تخافش اللي إيه أتريه داخل على امتحان صعب قوي لأنه عيسه نوي موته هو العيال فربنا سبق وخلاه يشوف ملايكة وجيش ملايكة وانبسط قوي بقى ورؤية جميلة وقال لك ده إيه يعني جيش ربنا طبعا خروجه من عند اللبان برضو فيه مسج مهمة أنه عيشته عند اللبان كانت فصلته خالص عن ربنا اللبان واسني على فكر مع أن خاله بس اللبان يعتبر واسني بدليل أن رحيل خد التمثال من تمثيل أبوها وهي هربانه فهما في الفترة اللي قضوه عند اللبان يعقوب ده تقريبا ما كانش بيصلي عشان كده تلاحظوا النعيال يعقوب أغلبهم الأصباط ناس مش كويسين مش متدينين لأن هما الفترة اللي تربوها عند جدهم لابان كانت فترة كلها أقرب للوسانية ودي الطفولة فأحلى أيامهم الأولى كانت صراع بين خلتي ليقة وأمي رحيل وستي مسعرف ميه كل كلام فاضي وعيشها بالأخباط يعقوب كان متفائل خلي بالكم كان عنده إحساس أنه غالبا عيسه نسي والدنيا عدت بقى وهو ربنا اداله وساعات الواحد بيبقى عارفين نظام غالوش غالوش تبقى عملت عماية قديمة وبعدين عدت سنين عليها فمتصور أنه مش معقول بعد السنين دي كلها تطلع الحاجات دي تظهر تاني بس هي في حاجات متسجلة عند ربنا فعملته مع عيسه ما اختفتش لسه وبعدين أرسل يعقوب رسلا قدامه لعيسه زي ما حقولنا كده وقال لهم كلام مؤدب جدا عشان إيه برضه هو فهم أنه عيسه ده يحب كلمتين كده أدب عشان يشتريه عمه أحيانا عاوز أقول بس رسالة التفاؤل الزيادة يجعلك تنسى أخطاء الماضي لسه واحد بيقول لي أنا كنت غلطان في شغلي غلطة كبيرة وعدت عليه عشر سنين وفجأة ما تفهمش إزاي في ريكورد طلع وطلع أن أنا مختلس من عشر سنين ولبست قضية زي وشي عدت عشر سنين وتخيل خلاص خلصت طلعت فهو أحيان بيبقى الواحد طول ما شايف الدنيا ماشية متصور أنه خلاص يعني أكيد الأخطاء راحت لحلها يعني ده مش أحسن حاجة عيسه يعقوب بيفكر بطريقة بشرية بحتة أنه عيسه ده يسكته بهدية ويسكته بكلمتين حلوين يغنوا عليه يا سيدي وعبدك وكلام من ده ونعديها خلي بالكو بقولكو يعقوب هنا لسه ملوش علاقة بالقداسة يعقوب بني آدم بتاع الدنيا فهم يمشي حاله في الدنيا إزاي ما جابش سيرة لابان لأنه لو قاله ده أنا واقع مع خالك ما هو يبقى أخلاق يعقوب ما تغيريته فقال له أنا تغربت عند لابان لكن هو مش عاوز يقول له أنا ماشي من عند لابان بخناقة ومش فقدر أرجع نحية لابان يحصل الآتي خاف يعقوب جدا وضاق به الأمر وقسم القوم وعملهم جيشين وقال إن جاء عيسه إلى الجيش الواحد وضربه يكون الجيش الباقي ناجيا هنا تحسوا الحل العقلاني بقى لغاية دلوقتي يخلي بالكوا احنا مش متعامل مع شخص روحي هو بيحل مشاكله بدماغه فقال نعمل إيه نقسم الجيش عشان إيه لو قدر على النص النص التاني يجري أو يمكن النص الأولاني يقفلوا شوية يعطلوا بس هو حس إنه الحل اللي بيعمله ده ضعيف جدا معاه شوية صبيان بتوع غنم التاني جايب ربعمية راجل فهي خسرانة خسرانة ودي مشكلتنا نحن مخنا ساعات يشتغل قبل الصلاة فاهمين الرسالة وانتوا بقى دي لكم كمهندسين بقى ما تزعلوش انتوا دماغكم بتشتغل ما بتسكتش ما بيحصل أي مشكلة قبل ما تقوله الحقن يا رب مخك بيفكر في الحلول وبعدين لما تحس لا ده حل خيبان قوي تقول طب الحقن يا رب مش بيحصل كده لو مخك مش شغال زي حالتنا غالبا هتقول الحقن يا رب من الأول فبرضو دي ميزة في العيال الصغيرة ان هم مخوهم ما بيشتغلش بصرة هنا الحل الروحي بقى لأول مرة نسمع دي أطول صلوة صلى الله هيعقوب في عمره ودي مدراسة في الصلوة تاني احنا مش بنتكلم عن شخص متدين ولا بنتكلم عن شخص مثالي ده شخص بتاع بيزنس وبيتخانئ كتير وانتهازي وبيحب مصلحته وعاش في الوثانية فترة وربنا دعا الهامش قال قال يعقوب يا إله أبي إبراهيم وإله أبي صحاب الرب الذي قال لي ارجع إلى أرضك وإلى عشيرتك فأحسن إليك صغير أنا عن جميع الطافك وجميع الأمانة التي صنعت إلى عبدك عبدك على نفسه فإني بعصاي عبارت هذا الأرض النفس المسافة دي من عشرين سنة كانش متجاوز ولا عنده عيال كان جاي هربان بعصايته فهو تصور ياه أنا عديت على الحتة دي من عشرين سنة كنت شاب بطولي وهربان من أخويا النهاردة ببص حوالي كل دول عيالي وكل الخير ده جالي فهو بيقول له أنا مش قادر أنكر أنه أنت عملت معي كتير قوي بعصاي عبارت هذا الأرض والآن قد صرت جيشين وهو بعمال يوزع الغنم والبقر والعيال والعيال إيه ده كل الخير ده جي من فين نجيني من يد أخي من يد عيسو لأني خايف منه أن يأتي ويضربني الأم مع البنين هو كمان مش خايف على نفسه بس هو متصور أن عيسو لو جيت هيموت الستات والعيال فطبعاً هيبقى إحساس صعبة قوي على أي أب يشوف عياله بيروحوا بسبب وأنت قد قلت أني أحسن إليك مين أعرف قالها إمتى دي بقى وهو رايح من عشرين سنة وخايف لما نام حلم وشاف المسيح نزله على السلم وقال له هكون معك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض فقال له أنت قلت أنك هتحسن إليه وأجعل ناس لك كرام للبحر ده كلام المسيح معاه من قبل ما يوصل للبان خالص هنا أول كلمة جميلة طلعت يا إله أبي الحياة المسيحية تتسم بأنها تلمزة أو تتسم إنها تربية أكتر حاجة تأثر فينا هي أهلينا اللي غرسوا فينا من صغريننا حاجات ولا وعظة في الدنيا تعمل صورة الوالد أو الوالدة أو الجد اللي يقف يصلي أو موازب على التناول أو يحب الفقر قوي دي أقوى من ألف وعظة اللي في حياتي يعقوب كويس هو أبوه جده هو يعقوب كشخص مش أحسن حاجة هو وعيسه ما تربوش كويس النمس حق مثالي أبونا إبراهيم ده إيمان عظيم ليهم أخطأهم بس فهما شخصيات قوية روحيا جدا فهو أنا بيتشفع بيهم بيتلزق ليهم زي مش عاوز يقول له يا إلهي لأنه أنا ما استهلش أقول لك كده أنا ما أبصليش أساسا أنت بعيد عني وأنا بعيد عنك بس أنت بتاع بابا لو سمحت يا إله أبي الحاجة التانية أنت قلت كررها مرتين بصوا في السطر الذي قال لي أول سطر أنت اللي قلته لأن فعلا المسيح هو اللي قال لي عقوب سيب لبان كفاية ظهر له مخصوص وقال له كده وبعدين قال له أنت قلت أني أحسن إليك يبقى بالرغم أني يعقوب شخص مش قريب قوي من ربنا إنما كان بيعرف يسمع ربنا لأن الوعظة اللي أنا قلتها بتاعت اسمعوا ربنا دي ما عجبتش بعض الناس لأ ما تفتكرش أنك عشان مشغول بالدنيا ولسه فيك حاجات وحشة أنا ربنا مش هتكلم معك لأ هتكلم وهتسمعوا لأن أبونا إبراهيم سمع رب أبونا يعقوب سمعوا قال له ارجع وقال له أنت قلت لي زمان أني هكون معك وأحسن إليك من أكتر الصلوات النكحة أنك تقول له يا رب أنت قلت أنت قلت أنك بتحبني أنت قلت أنك معايا أنت قلت أنك هتشيل خطايايا أنت قلت أنك عاوزني أدخل السماء لما بتفتكر كلام ربنا هو ما بيرجعش في كلامه فدي جزء من الصالة المريح وبعدين بقى طلع الصرخة بتاعته نجيني الموضوع complicated نجيني من يد أخي يبقى في مقدمة وفي طلب المقدمة جمعت حكتين يا إلهة أبائي يعني أنا ليه عندك برضو ليه دالة أنا ابن الغليين يعني ودي الشفاعة اللي دايما نفتكر حتة الثانية أنت قلت وبعدين قال له نجيني وحط معاك كلمة جميلة قال له ماما أنا ما استاهلش أنا استاهل اللي يجرأ لي أنا وحش لأن أنا عدت المكان ده ما كانش معايا غير عصايا أنت اديتني كتير قوي وأنا ما ديتكش حاجة أنت عملت معايا خير أنا ما استاهلوش أكيد أنا بضلت أجذب على لبان وغش وانتهز الفرص أنا ما كانتش ما شرفتكش يعني لكن أنا دلوقتي مزنوق ومليش غيرك نجيني لأني أستحق فهنا أنا بفتكر دايما للمقرج النص ده إنه يعقوب عاوز يقول له أنا وحش قوي بس المرة دي لازم تعدى هالي دي زنقة سودة وما ينفعش إنه إيه أقع فيها مش هستحمل أشوف عيالي بيتئذوا بسببي سوف لك حل تعالوا نبص بقى وصلنا لإيه بات هناك تلك الليلة هو كله اللي عمله صلى صلوة حلوة من قلبه لأنه حاسس بزنقة وخلي بالك إحنا ساعات لما نكون مشغولين بالدنيا ما فيش حاجة بترجعنا للصلاة العدلة إلا لما بنتزنق زين أجامده وأخذ مما أتى بيده هدية لعيسو أخيه ابتدى بقى يطلع هدايا غالية قوي لأنه عارف إن عيسو صعب إرضاه متين عنزة وعشرين تيس متين نعجة وعشرين كبشة تلاتين ناقة واربعين بقرة وعشر تيران واضح إنه ملياردية دلوقت يعقوب ده غاني قوي وعشر حمير ودفعها إلى يد عبيده قطيعا قطيعا هو برضو أستاذ يعني يطلع بس ثلاثين مثلا خروف يطلع لوحده بعدهم بمسافة يطلع الدفعة اللي بعدها يعني ينقطوا حتى حتى كده وقال العبيده اكتازوا قدامي واجعلوا فسحة بين قطيع وقطيع وأمر الأول إذا صادفك عيسو أخي سألك لمن أنت وإلى أين تذهب ولمن هذا الذي قدامك تقول لعبدك يا عقوب هو هدية مرسلة لسيدي عيسو وهو أيضا وراءنا وأمر الثاني والثالث وجميع السائرين وراء القطعان بمثل هذا الكلام تكلمون عيسو حينما تجدون وتقولون هو زع عبدك يا عقوب أيضا وراءنا لأنه قال بصد دماغه مش راجعة تسكت انت مش صليت بتعمل ليل حركات دي دلوقتي هو المهندس لمواجز يعني بيعرف يوقف دماغه فدي محاضرة تفصيل يعني لأنه قال أستعطف وجهه بالهدية السائرة أمامي وبعد ذلك أنظر وجهه عسى أن يرفع وجه فاكتازت الهدية قدامه الهدية دي عبارة مثلا عشر دفعات هدايا يقول يعني ايه او الهدية طبعا عيسو هيفضل راكب دماغه والهدية اللي بعدها يفك شوية اللي بعدها يفك شوية الغضب يهدى يعني ما الهدية برضو بتفك شوية طبعا حكاية الهدية دي كتعويض هو عاوز طبعا هو سرقه زمان فعاوز يرد بأي طريقة اللي سرقه زمانه كمان كلمة عبدك يا عقوب اللي عمال يقولها فيها نعمة تزلل وأحيانا ربنا بيبقى قاصد يكسر كبرياءنا شوية يعني مع الصلاة الأزمات دي بتخلي الواحد يتكسر يعني ثقته في نفسه شوية عاصى أن يرفع وجهه يعني هو لسه متشكك هتنجح المؤامرة دي ولا لا وبعدين حصل بقى ما لم يكن في الحزبان ثم قام في تلك الليلة هو عمل خلاص رتب المقابلة هتمشي ازاي لكن الاحتمال الأكبر إن عيسو شضلي ومش هيتراجع وأخذ امرأتي وجاريتي وأولاده الأحد عشر وعبر مخاضة يعقوب عداهم بقى البركة اللي ايه خلاص بعد كم ساعة هنقابل عيسو مالهاش حل يعني أخذهم وأجازهم الوادي وأجاز ما كان له يعني خلاص خلاص وزع كل الناس وبعدين آخر دفعة الستات والعيال ثم بقى يعقوب وحده زي اللي ايه مش مرتاح لسه معاش عارف ينام طبعا مش ممكن هينام في الليلة دي وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر هذا الإنسان هو المسيح لأنه ده اللي قالوا القدسين وده اللي ذكر في هوشع بعدها بحوالي ألف سنة نبي اسمه هوشع ذكر في ظن هوشع ثلاثة أو أربعة إنه إن يعقوب صارع الله وبكى يعقوب بكى في الوقت ده هي مش متسجلة في التكوين متسجلة في هوشع واسترحمه واسترحمه يعني يعقوب استرحم المسيح اللي ظهر هتقولوا لي يعرف منين إن المسيح ما هو ده اللي ظهر له من عشرين سنة على السلم لأن كانت السلم واضح قوي والمسيح بيكلم كإله بيقول له أنا أكون معك حيث هو ما تذهب مسينا زعله كإنسان أخلي بالك هو سامع من جده إبراهيم إنه كان بيتمشى مع المسيح وشف المسيح كذا مرة فهو مش غريبة عليهم يعني يعقوب بالنسباله الحكاية دي عرفها من جده وابوه ولما رأى أنه لا يقدر عليه هو لا يقدر عليه يعني إيه هو مش خناعة بالمعنى الملكمة لا يقدر عليه يعني ماسك فيه وخايف ومرعوب نظام ما تسبنيش أنا عارف عيسو هيعمل إيه وأنا السبب اللي حصل مش عاوز أشوف بعناي حاجة وحشد والرعب والخوف جواه وده أحساس صعب قوي فمش قادر عليه لأن المسيح زاوي أمال يقول له سبني أمشي ضرب حقه فخده يعني خبط وخبطه كده فانخلع حق فخد يعقوب في مصارعته وقال اطلقني لأنه قد طلع الفجر فقال لا اطلقك إن لم تباركني واضح إنها خنائة مش خنائة يعني صعيدة لا خنائة حب يعني يعني اتنين بيتخنقوا بحب ما تسبنيش لأنه إن لم تباركني يعني واحد طالب باركة والمسيح يعني ما نعرفش كان بيقوله إيه لكن بكى واصطرحا هنا يعقوب ما عرفش ينام يبقى حالة قلق بس ساعات نفسي أقول لكم الرسالة دي لما يجي لك قلق وقلق صعب ربنا قصد بيه حاجة تاني إن الليلة دي تبقى ليلة صلاة لما تقلق لدرجة مش عارف تنام افهم مش الحل الوحيد هو شوية مهدئات عشان نخلص من القلق لا في حل ألطف من كده ما يمكن ربنا عاوزك تقضي معه وقت عمرك ما قضيته طول عمرك ففي الليلة دي هو ما نامش بس ما فيش ليلة في عمر يعقوب كلها زي الليلة دي الليلة دي تحول إلى قديس الليلة دي لقب بإسرائيل في الليلة دي هياخد اللقب الجديد وهيتبدل بعد كده هنشوف يعقوب ده تقريبا ما بيغلطش بعد كده لابد أن أبقى وحدي ده شعار مهم إن في وقت معين مع الضغط النفس الشديد لازم توعد لوحدك عشان تعرف تشوف ربنا زي ما كنا بنقولها الصبح أخذوا على ناحية أو خرج بيه خارج القرية محتاجين قوي الخلوة دي عشان ربنا يعرف يتكلم ولما تكون تعبان وعلى آخرك انت كأنك بتزن تعالها رب تعالها دلوقتي أنا عاوز أشوفك لازم ألمسك وعاوزك تديني وعد جديد خلي بالك هو معا وعد الوعد القديم هو وعد إن هيبقى له عيال زي رمل البحر كان المفروض الوعد القديم يقول يبقى العيال مش هحصل مش هحصل لهم حاجة ربنا من الأول وعدني إنه هيكون معايا وإنه هيديني عيال زي رمل البحر يبقى هتعدي أحياناً تبقى حتى الوعود اللي انت حافظها مش مريحك مش جايبة نتيجة كفية مش قد الموقف الصعب اللي انت فيه فزي اللي عاوز ممكن بروميس جديد ممكن زقة جديدة أنا اللي فينا فيه ده أنا مش مكفي يعني مش قادر فقال له ده المسيح بقى ما اسمك طبعاً مش معقول بعد ده كله ما عرفش اسمه بس هو عاوز غالباً يسأله سؤال عشان يفكروا بحاجة ربنا زوق جداً زي ما عمل مع السامر يا روح يهاتي جوزك هو مش عاوز يقول لها انت عايشة غلط هو عاوز يعني يشاول له على حاجة غلط مفروض تتسلح فاسم يعقوب يعبر عن سيرته كلها الاربعين سنة او الخمسين سنة اللي فاتت يعقوب لانه امه سمته يعقوب لانه ماسك في عقب اخوه يعني دايماً عينه وايده في حاجة غيره شخصية يعقوب كده تقول تسميها طمع تسميها انانية تسميها استغلال هو يتعقب كده الحاجة واللي عاوز يوصله بيوصله دي الدماغ بتاعت يعقوب فقال له اسمك ايه؟ قال له اسمي يعقوب فغالباً فهم يعني ايه ما انت اللي جبتوا الروحك يعني ما اللي عملته في لبان لميت وراك وديني باليم وراك فعيسو وبعدين في يعقوب ده دماغ دي مش هتتزبط فقال الله يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل اسرائيل لانك جاهد دي بقى الله كل ده عشان اجيب له كل ايد جاهدت مع الله والناس وقدرت اظن انها في الاصل اللغوي مقصود بها جاهدت مع الله فقدرت في مصار تعاقتك مع الناس يعني اي جولة مع البشر هتغلب لانك غلبتيني او لانك عرفت تصلي هاشرحها لكم دي باب اذا يعقوب ده القديم ده الاسم القديم او الانسان العطيق او الشخصية والطبع البايخ اللي فيه انه عاوز يكسب على حساب اللي حواليه ومصلحته بتحكمه ما بيشوفش غير يعقوب يعقوب ما بيشوفش غير يعقوب اسرائيل شاف المسيح فما عادش شايف يعقوب اولها تاني اللي هيشوف المسيح ويقرب منه هينسى نفسه بعد كده ودي اخطر نقلة في حياة اي مسيحي اللي بيها لازم يدخل السماء بعد كده من اراد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه ينكر نفسه يعني ما تبقاش نفسك شغلاك ما يبقاش يعقوب في دماغك تاني خلص يحصل اللي يحصل مش مهم انا مش مهم بس المسيح طالح حلو قوي ولازم اعيش عشانه مش اعيش عشاني اسرائيل معناها صارعت مع الله جاهدت مع الله او صارعت مع الله في الترجمة بالضبط صارعت مع الله صارعت اللي هي صراع الصلاة بقا صراع الليل كله صهر ده وقدرت بقا يعني ايه يا قادر بقا انت كده خدت البركة بالعافية وخدت اللي انت عاوزه اكتر وضمنت النجاح لانك صارعت مع الله دي الحتة اللي عاوز بس تنسوا كل اللي فات وتفتكروا دي حلوا مشاكلكم بالصلاة النهاردة يوم البابا كيرولوس ما عنديش احلى من الرسالة دي اولا بابا كيرولوس رجع عظمة الكنيسة الاولى لا بتحل بالفلوس ولا بتحل بالعلم ولا بتحل بالمنطق ولا بتحل بالعلاقات هي بتحل بالصلاة فيعقوب علمنا الدرس ده الصهر هي الصهرة جاء له المسيح مسك فخناه طلع تاني يوم عيسه ده زي العيل قدامه مفيش اي خطورة منه ويعني اللي حصل ما كانش يحلم به تحول من موت الى حفلة بجد هو متخيل ان موت ودم بعد كم ساعة تحولت الى حفلة استقبال ما كانش يتصور يبقى صارع مع الله عشان تغلب نفسك نفسك فيها طبع صعب لسه دماغك رجبه شمال لسه فيك عيوب كبيرة لسه فيك خطايا صعبة مش هتتحل غير لما تصليك وهيس انت مش هتعرف تغير في نفسك لكن لو صليت من قلبك هتقدر على نفسك صارع مع الله عشان تغلب كل المشاكل اي مشكلة ملاش حل ليها حل في الصلق حلها مش برا قوطك حلها جوه القوضة والوحدك حلها مش برا الكنيسة حلها جوه الكنيسة قدام المسبح تتحل مشاكل الدنيا كلها صارع مع الله عشان تحتمل الناس وتغلب الناس تغلب شرهم تغلب كبرياءهم تغلب عندهم مش يعني انت اللي تطلع كذبان مش خسران لو صارعت مع الله قام يعقوب مسكيت سأل يعقوب وقال اخبرني باسمك قال له انت كمان مش تقول لي اسمك خلاص واخد لقب اسرائيل وبقى وصحاب خلاص وغالبا يعقوب اتطمن بعد الكلمة دي لما قال له لا يدعى اسمك يعقوب يدعى اسمك اسرائيل يبدو تغيير الاسم كان عندهم ترقية لان دي حصلت مع جده ابراهيم زمان قال له لا يعود اسمك برقام يعود اسمك ابراهيم دي بتبقى نقلة عارفين زي ما كهني ترسم فياخد اسم جديد دي ترقية روحية فهو اتطمن خلاص ان ربنا رضي عنه وداله لقب جديد فبقى قالك نتصاحب فانت اسمك ايه؟ قال له لماذا تسأل عن اسمي؟ يعني لسه اسمي طبعا الاسم يسوع بس هو لسه بقى قدامها 1800 سنة بس فقال له لا مش دلوقتي وباركة هناك فدعى يعقوب عشان ما يبقاش دا اكتهدنا الانجيل حسم الموقف وقال اسم المكان سماء الحتة دي فين وقيل قائلا لأني نظرت الله وجها الوجه ما شكش لحظة انه دا ربنا ونجية نفسه خلي بالكم بيقولها قبل ما يشوف عيسو بصوا الضمان بقى بصوا الايمان رجع لازاي نجية نفس طب لسه عيسو لا لا عيسو ولا غير عيسو خلاص انا متأكد دلوقتي انه هيعديها المسج اللي جات لي يعقوب ايه يعقوب انت ما كنتش شايفني انت كنت ركني في بيت ابوك ركني وفي بيت لابان كنت ركني ممكن من هنا ورايح ما تبصش لحد غيري هتبقى اسرائيل يعني شغلك معايا انا ايل يعني الله اسمك راكب علي اسرائيل يعني مصارع الله شغلك معايا انا مش مع بني قدمين لو سمحت مشكلتك عندي انا اي مشكلة برة تجي لي انا فهو فهم انه انت ما كنتش مركز معايا مفروض تركز معايا وبعدين عاوز يقول له انت لمستني يا يعقوب كفاية لسه بدي على الاسم فقال نظرته الله وجهن وجهن ونجية نفسي تاني يوم حصل بقلقاتي اشرقت له الشمس از عبر فنوئيل وهو يخمع على فك طبعا خلي بالكم الفجر طلع والمسيح اختفى الراجل ما نمش طول الليل قاعد مخه ما بشتاكت عمال يوزع هدايا ويوزع في بني قدمين وبعدين الصراع الطويل والدموع نفسيا على اخره ومش نايم طول الليل وبيعرق كمان فيعني شايفين فخصية بكاركب خالص بس هو في حالة انتصار في مرضى بتبقى على اخرهم بس هما في حالة انتصار هما غلبوا الخوف وغلبوا القلق وغلبوا الناس وغلبوا المشاكل هما في السماء دلوقتي هما طيرين حتى لو مكسرين جسديا مكسرين بس نفسيا وروحيا منتصرين وكأنه بيقول لنفسه انا عارف انا هفضل اعرج بقيت عمري عشان بنساش الليلة دي لكن بتعبير تاني جي في العهد القديم يجعل قدميك الايائل هو روحيا بقى هينط زي الايائل يمشيني على مرتفعات الارض يعني هو وصل الى قمة روحية بعد ما شاف المسيح رغم انه تدى بقى ايه يعرج بقيت عمر الرسالة اللي عاوز يوصل هلكو انا خلصت اللي عاوز يدخل السماء لازم يوصل للحل ده ان الصلاة هي الحل وان مشاكلنا مش مع الناس ولا مع الشياطين ولا مع الغنى والغلى ولا مع السياسة ولا مع الحكومات ولا مع اي حاجة هي مشكلتنا ان احنا مش بنصلي كويس وان احنا مش عارفين يعان ايه لو صلينا كويس المسيح بيجي وان احنا لو مسكنا فيه بيفضل قاعد وانه ممكن يعمل معانا اللي مش ما نتخيلش انه يتعامل ويغير فينا اللي مش ممكن نغيره بنفسنا ويغير الدنيا من حوالينا كمان بمنتهى السلاسة لمجرد ان احنا بنعرف نصلي لو الواحد بيعرف يصلي تبقى حياته سهلة قوي وهيبقى داخل السماء اكيد لإلهنا كله مجدوك ربا